لا محطة نهائية لجولات وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكين الذي بات منافسا قويا لسلفه الشهير هنري كيسنجر فالاثنان يهوديان وامريكيان ووزيرا خارجية لعاصمتين فيان معا من تل ابيب الى عمان الى الضفة فالعراق وصولا الى انقرة ضمن جولة جديدة ومفتوحة بلا جداول مسبقة يخوضها بلينكين في المنطقة المتأهبة لحرب تغير وجهها وخرائطها وتوزيع قواها بعد طوفان ضربها من غامض العلم بعد جولات جانبه التوفيق للوصول الى تفاهمات بين المتنازعين فلا اسرائيل قبلت باي هدنة تحت اي مسمى ولا العرب قبلوا ان يناقش معهم اليوم التالي لغزة طالما المجزرة مفتوحة اليوم وحتى الرئيس الفلسطيني بدى على الشاشات مستمعا جيدا للمقترحات الامريكية لكن قضية القدوم على ظهر دبابة اسرائيلية يحاصره اكثر من حصار ومصير غزة وسكانها في العراق وببلد المفروض ان واشنطن تمكنت من زرع مكانها بعد اكثر من عشرين عاما على احتلاله في العراق يحط الوزير بلينكين بمرافقة عسكرية ودرع وكأنه جندي داخل الى معركة لا ناقل لرسائل سياسية يجتمع على عجل برئيس الوزراء العراقي صندوق بريد الايرانيين الذي لم يتأخر حتى حط باكرا في طهران تبادل مع الرئيس هناك كلمات التنديد والانتقاد للمجزرة المفتوحة في غزة منذ شهر لكن ما الذي جرى خلف الابواب والكلمات التي نقلها تبقى بعيدة المنال حاليا لكن ينتظر تفسيرها على الارض الارض التي باتت واسعة المساحة لا يحمل المقاتلون عليها هويات ومواقع معروفة فكل متربص بالاخر وبات ضرب القواعد الامريكية في العراق وسوريا مرات عديدة اشبه برسالة الكترونية بصوت وحروف من دون فاعلية مادية على شفى الحرب يقف الجميع يجمعون اساطيلهم ومرتزقتهم يرفعون شعارات الانسانية والحق بالوجود وفي الوقت عينه يشاهدون موت كل ذلك في فلسطين العقدة والحل